السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم وفيديو جديد على قناتي مطبخ السبع بغارات النهاردة ان شاء الله هنعمل الرز المعمر ونعمله معمر باللحمة طريقة جميلة وتغيير في طريقة تقديم الرز المعمر ان شاء الله الطريقة تعجبكم وطعمه كمان جميل جدا جدا هنبدأ بسم الله معنا المكونات معنا لحمة حمرة الكمية انت تحددها حسب رغبتك وحسب عدد افراد اسرتك ومعايا بصلاية كبيرة وفصيتهم وتلات فصوص حبهان وتلات فصوص مستيكة ومعايا ملح وفلفل ابيض وورق لورة ومعايا كمان كيلو رز وكباية اشطا ومعايا كيلو لبن هنبدأ بسم الله هنحط حلال النار وهنحط فيها شوية زيت صغيرين يسخنهم وبعدين هننزل بفصين المستيكة والحبهان لحد اما المستيكة كده تدوب وبعد كده بنزل بالبصل والبغرات والملح والفلفل وبنزل باللحمة وبسيبها تتشوح على نار عالية علشان تنزل كل المية اللي فيها وترجع تمتصها تاني هنشوحها بالطريقة دي لحد اما لونها يتغير بالشكل ده وبعد كده بتزوديها كباية مية وبتسيبها على نار متوسطة لحد اما تستوى ولو احتاجت ان انت تزودها مية تانية تزوديها بالتدريج لحد ما تستوى وعايزين هتشرب المية بتاعتها ما يبقاش فيها شربة بالطريقة دي يعني هتبطل يسايبها على النار لحد اما تستوى خالص وتشرب المية بتاعتها وبعد كده الخطوة اللي بعد كده معايا الرز غسلاء ومصفية كويس من المية وحطيت اربع معالق ملح بالمعلقة الصغيرة دي وبتقلب الملح كويس في الرز وبعد كده بحط القشطة ده وش اللبن بتشليه من على وش اللبن بعد ما بتغليه وبتسيبه في التلاجة بيعمل وش كده فابتاخد الوش ده بتستخدميه مع الرز المعمر بيديله طعم جميل جدا بقلب الرز مع القشطة كويس والملح لحد ما كل حباية من الرز كده ايه تندمج مع القشطة وبعد كده بوزع اللحمة الصينية او في الطاجن حاول تحط اللحمة في الطاجن كده بانتظام بحيس ان انت ما تيجي تغري فيه يبقى كل قطعة منفصلة عن التانية ميبقاش فيه قطع مع بعضها وممكن كمان تحط الصوصل اللي نازل من اللحمة لو انت حبه آآ طبعا بيغير لون الرز بيخليه اللقبون شوية فلو انت حبه تحطيه برضو بيدي طعم جميل للرز بعد كده بحط اللبن بتاعي كيلو الرز بتحطيه لكيلو لبن اللبن طبعا مغلي وبارد واخديني الوش بتاعه برضو استخدمناه في الاول وبحط كمان كباية مية كباية المية دي بيتخليلك اللبن مايفورش في الفرن بيقلل يعني من نسبة ان اللبن يفور منك الا ازا انت كنت حطى الرز بتاعك في صانية صغيرة يفضل انك تحطيه في صانية تكون كبيرة بحيث ان الرز يوصل لنص الصانية عشان اللبن مايفورش منك وكمان كباية المية دي بتخلي الرز مفلفل وجميل بعد كده بتحط الطاجم بتاعك او الصانية في الفرن الفرن لازم يكون سخن من تحت ومن فوق لو الشعلة شغالت شغالي الشعلة اللي فوق ومن تحت ولو الشعلة بتاعتك مش بتستغل الاتنين مع بعض هتشغلي الفرن والسخنية جدا من تحت وبعدين تحط الرز وقبل ما يبدأ يغلي تشتطفي اللي تحته وتشغلي تشواية لحد ما ياخد اللون الدهب الجميل ده اللي هو لون الرز المعمر وبعد كده بترجعها تشغلي تاني من تحت واول ما يبدأ يغلي بالشكل انت شايفها في الفيديو ده هتبدأ يتهدي النار من تحت علشان اللبن مايفورش في الفرن وطبعا يقل المقدار بتاع الرز بتاعك فتحتاج ان انت تزودين فتهدي النار بحيث ان الرز يستوى وفي نفس الوقت يطلع مستوى كله ومايفورش في الفرن وبعد ما بيستوى ويشرب كل اللبن بالشكل ده بتطلعيه وبسلك كده الجوانب بتاعته بسكينة وبخرمه كده بالسكينة الخطوة دي بعملها علشان اه الهدف بينها حاجتين ان انا بعمل فتحات عشان لما حط المادة الدهنية بتاعتي اه تنزل وكمان بختبر الرز اشوفه استوى ولا لأ هتحسيها وانت بتحط السكينة كده في الرز لو حسيت ان هو لسه اه مش مستوي ممكن تزودين شوية لبن او شوية مية وبترجع يترجعيه تاني في الفرن لحد ما يستوى وبعدين بحط اه ربع كوباية زيت او ممكن تحط زيت على سمنة او زيت وزبدة اهم حاجة تحطي شوية الزيت دول عشان هو ده اللي بيخلي الرز بتاعت مفلفل وجميل وبعد ما بتحط الزيت بتدخليه الفرن لمدة خمس دقيق بالزبط بحيس ان هو يتردد وتتأكد ان هو استوى ما شاء الله الطريقة سهلة والمكونات بسيطة ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكو جدا جدا شايفين ما شاء الله الرز بتاعنا مفلفل وجميل ومش مسك في بعضه المكونات ان شاء الله مصبوطة هتجربيها وتعجبك بازن الله هتقدميه بألف هانا وشفا وانت بتغري فيه هتحاولي تخلي كده وانت بتغري فيه تطلعي قطعة او قطعتين لحمة مع الرز ما شاء الله ريحته وطعمه في منتهى الروعة والجمال ان شاء الله لما تجربو الطريقة ده هتعجبكو جدا ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملو لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة